وأما دعوة أن علياً كان هو الخليفة والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر بسورة براءة في الحج ثم أتبعه علياً وقال لا يبلغ عني إلا علي هذا كذب ولم يثبت هذا أبداً بهذه الطريقة وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحج في السنة التاسعة من الهجرة وأرسل علياً ليرد العهود إلى أهلها لأنه كان من عدة العرب في ذلك الوقت أنه إذا عاهد رجل لا يرد العهود إلا هو أو أحده أقاربه فأرسل النبي علياً لهذا وإنما علي كان تابع أبي بكر وكان ينادي كما ينادي غيره من الصحابة لا يحج في البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطف بالبيت عريان ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فعهده أربعة أشهر وأبو بكر هو الأمير رضي الله عنه فلم يكن علي رضي الله عنه مكان أبي بكر كما يدعى بذلك